أعرف الملتقى الفلاحي أدولي لهذه السنة المنعقد بمدينة الإسماعيلية مكنسة تحت شعار البحث والابتكار مجموعة من المسجدات في أفق تعزيز دينامية جديدة لجعل القطع الفلاحي رافعا لتنمية البشرية والاقتصادية ومن هذا المنطلق وفي سياق تعزيز دعامة الثانية المتعلقة بتنمية فلاحة جماعية مفتوحة على الأسواق ومتنوعة دولينا كان لرواقي إفريقيا وجهة مالي بالضبط حضورا متميزا في نسخة هذه السنة نعمل نعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر وتدبير الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنمية المستدامة